الله معكم صورة هاي دي البنت هي واختها بسوريا لازم تكون هزت مشاعر العالم كله ما أبعف إذا العالم رح يتحرك ويرجع يبعث لسوريا مساعدات حتى يقدروا يشيلوا الأنقاض ويشيلوا الناس اللي تحتها بس بقدر إلكن هاي البنت من ما حبتها لاختها عبتلعب لها بشعراتها وعبتهديها وعبتقول للمسعف عبا عمل لك اللي بدك يا بس شيلنا من هون بيشتغل عندك خادمة بطفولتها ببرائتها بالإيدان اشتغلوا السوريين حتى يقدروا يخلصوا هالبنت هي واختها وضلوا 17 ساعة حتى شلون لأنه ما في معدات لازم العالم كله ينظر اليوم لمعاناة الشعب السوري وللحصار الموجود وللناس اللي تحت الأنقاض ويبعثوا مساعدات هيدول الولاد بقيوا 17 ساعة إذا منظر هيد البنت محركتلنا مشاعرنا المحبة اليوم منكون ناس ميتين الرب يسوع معكم يرحمنا جميعا وأنا بصلي لها وبصلي لكل اللي تحت الأنقاض اليوم تحتها الرب يخلصهم آمين ترجمة نانسي قنقر